خلال زيارته إلى مصر التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بطريارك الكرازة المرقصية البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية ونقل له سموه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على ترسيخ مبادئ التآخ والعيش المشترك كما أكد سموه أهمية دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تعزيز السلام وحوار الأديان وأشار سموه إلى المعالم السياحية الدينية في المملكة وأهمها موقع عماد السيد المسيح في المغتص الذي يحظى بمكانة دينية رفيعة لدى جميع رعاية الكنائس المسيحية في العالم معربا سموه عن تطلع الأردني لتعزيز زيارة الحجاج الأقباط إلى هذه الأماكن بدوره حمل قداسة البابا تواضرس الثاني سمو ولي العهد تحياته لجلالة الملك مثمنا دور جلالته ورعايته المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس ترجمة نانسي قنقر